المجتمع المسلم يقوم على أساس عظيم هو أساس الأسرة لا يقوم المجتمع المسلم على فرد وإنما أراد الله تبارك وتعالى لهذا المجتمع المسلمي أن يقوم على أساس الأسرة نفهم ذلك من كلمة قالها مولانا تبارك وتعالى في افتتاح سورة النساء حين يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله عز وجل يقول خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها النفس الواحدة هي أبونا سيد البشر آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ثم خلق الله عز وجل من آدم زوجه أمنا حواء عليها السلام ليسكن إليها ولتقوم الأسرة التي تسلم لله تبارك وتعالى ليقوم هذا الأساس ولذلك حين أمر الله تبارك وتعالى سيدنا آدم بعد أن خلقه وخلق حواء حين أمرهما بأن يسكن الجنة قال أسكن أنت وزوجك الجنة يعني أنت وزوجك لا غنى لأحدكما عن الآخر كل منكما يحتاج إلى صاحبه لتقوم الأسرة التي تقوم أو التي تنشأ على أساس إرضاء الله تبارك وتعالى وحين حذر الله عز وجل من عداوة الشيطان حذر أيضا الأسرة حذر آدم وحذر زوجه حواء فقال فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إذن المجتمع المسلم يقوم على هذا الأساس المتين وهو أساس الأسرة لذلك ينبغي أن تكون الأسرة المسلمة واعية لهذا وينبغي أن تكون الأسرة المسلمة تنشأ على هذا الأساس أن تعلم أن المجتمع لا يقوم إلا على أساس أن تكون أسرة عظيمة يتوحد ويتأكد بها وحدة بناء المجتمع الأسرة المسلمة تتكون من زوج وزوجة تتكون من رجل وامرأة من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إذن فارتباط الرجل بالمرأة أو الذكر بالأنثى سنة إلهية وقانون إلهي وضعه الله في بني آدم بل إن الله عز وجل خلق من جميع المخلوقات أزواجا اسمع إلى قول الله تبخرك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون واسمع إلى قوله سبحان الذي خلق الأزواج كلها إذن فكل المخلوقات من إنسان من حيوان من نبات من جماد كلها خلق الله عز وجل منها أزواجا لكنه فضل بني آدم فضل هذا المخلوق الذي يحبه الله تبارك وتعالى فضله بأن جعل ارتباط كل من الزوجين بالآخر مقننا ومحددا وله ضوابط وله حدود يقوم عليها وهذا هو تفضيل الله عز وجل للإنسان لا سيما الإنسان المسلم لا سيما الإنسان الذي آمن بالله تبارك وتعالى إذن فارتباط الرجل بالمرأة وارتباط الذكر بالأنثى شيء غريزي أو سنة إلهية أقامها الله تبارك وتعالى في بني آدم لكن هذه السنة وهذا الشيء الارتباط ينبغي أن يكون مقننا وينبغي أن يكون محددا كما أرشد إلى ذلك ديننا الحنيف